اشتركوا في القناة 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 طيب شباب وعلى جهاز البي اس فور انت تحتاج انك توصل جهاز البي سي بجهاز البي اس فور بسلك الاثرنت السلك العادي اللي الجميع بيستخدمه بالانترنت فقط توصله توصيل عادي ما منحتاج انترنت ما بين جهاز البي سي وجهاز البي اس فور واكد عليك انك تتجاه على الاعدادات ومن ثم تعمل اعداد الاختبار بالانترنت وتختار لان ومن ثم تختار مخصص ومن خيار مخصص راح تنزل على خيار البي بي بي او اي بهذا الشكل وطبعا راح تعبيل يوزر نيم والباس فورد باي ارقام مؤحرف بالذكيها ومن ثم تلقائي تلقائي لا تستخدم وانتهى الموضوع هاي الخطوة بتعملها مرة وحدة فقط حتى تقوم بتفعيل جل بريك على جهاز البي اس فور طيب شباب الان بعد ما كملنا اعداد الاتصال على جهاز البي اس فور كله علي اني اوصل اليو اس بي اللي نقلت عليها الجولد هن بجهاز البي اس فور وطبعا فقط لمرة واحدة مع اول تفعيل جل بريك للجهاز ما راح تحتاج اليو اس بي مرة ثانية وحاليا نرجع للبرنامج الخاص فينا كل اللي علي شباب اني اضغط start على البرنامج بعد ما خلصنا اعداد الاتصال وانتظر السكريبت حتى يكمل بشكل كامل او انتظر هاي الدائرة تكمل بشكل كامل ويعطيني done اذا ما اعطاك done ما راح يشتغل جل بريك معك اطلاقا لازم يصل الى stage 4 ويعطيك done ومش بالضرورة يشتغل معك السكريبت من المرة الاولى ممكن من المرة الثانية من المرة الثالثة احيانا من الرابعة وممكن من الخامسة كمان يشتغل معك بغض النظر عن نسب النجاح المختلفة ما بين اجهزة البي اس فور والمشكلة التي تتعلق بالبورد او بموديل بورد معين لجهاز البي اس فور لكن عند اكثر من خمسة تسعين بالمية يعمل معهم من المرة الثالثة او المرة الرابعة اه تقريبا هي فقط فئة معينة قليلة البورد لا يدعم الجل بريك او نسبة النجاح الجل بريك عليه هو صفر بالمية لكن خلينا نشوف السكريبت هل رح يعمل معنا من اول مرة او رح نعيد الخطوة مرة ثانية تمام شباب هاي الرسالة هي كان ان السكريبت ما اشتغل من اول مرة او وقف السكريبت بشكل كامل فاكلها لك انك تضغط على ستارت ووقف السكريبت وترجع تعيده فقط كبسة ثانية حتى يعيد مرة اخرى دائم كل اتصال بالشبكة وبي دي بليو ان دي وقولد هين 2.4 بيتا 17.2 من المرة الثانية نجاح معاي احيانا برضه من المرة الثالثة وزي ما احكدتكم يا شباب من الرابعة او الخامسة على العموم اشتغل الجولد هين على الجهاز حاليا شباب الجولد هين يعمل على الجهاز بدون اي مشاكل رح تلاحظ انه ظهر جولد هين مكان اشارة البلس او علامة البلس وهي قوائم الجولد هين الخاصة فيها فقط انا الفت انتباهك لشي انا ذكرته من قبل رح تلاقي شي اسمه بسيتنك بسيتنك رح تلاقي خيار مكتوب سببورت رست مود هذا الخيار لما تفعله في حال اه دخلت الجهاز بالرست مود او ضغطت على وضع الرست مود وضع السكون اه ورجعت رح يضل الجل بريك شغال بدون ما تعيد هاي الخطوات اه اطلاقا يعني لو حبيت تشغل وضع السكون على الجهاز نص ساعة ساعة ساعتين يعني ما يكون الوقت كبير جدا رح ترجع وحتلاقي الجولد هين يعمل اه بدون اي مشاكل بدون ما تعيد خطوات البي سي هاي خطوات تفعيل جل بريك على الجهزة البي اس فور عشرة بوينت زيرو زيرو عشرة بوينت زيرو واحد مبروك عليكو الجل بريك بجديد يا اخوان اه طبعا اه بالنسبة للالعاب والتحديثات والدي ال سي وكيفية تثبيتها وتنزيلها اه كل شي تحتاج رح تلاقيه موجودة على التليجرام وحتلاقي موجودة بالوصف وكل الروابط اللي استخدمناها ايضا رح تلاقيها موجودة بالوصف ان شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة